السلام عليكم انا محمد عصران وفي الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل هابت تراكر او سيستم لامتبعة انجاز عادة معانة خلال اسبوع مثلا باستخدام الاكسل السيستم عبارة عن تسقاط او هابتس وايام الاسبوع وقصات كل يوم موجود شيك بوكس بالضغط عليه بيسمع في عدد التسقاط المكتملة وبالتالي في معدل اكتمال التسقاط اليومية وفي الاخر بيسمع في معدل اكتمال التسقاط للاسبوع كله اول حاجة هندوس على فايل بعد كده اوبشنز بعد كده قاسط مايز رامل وتأكد ان الديفوليبر هنا معمول لها شك لاضافة شيك بوكس هدغط على ديفوليبر بعد كده انسيرت بعد كده على علامة الشيك بوكس بعد كده هروح لأول سل وهرسم مربع هيزهر فيه الشيك بوكس بتاعتي الشيك بوكس قدر اختارها باني ادوس كنترول على الكيبورد وكليك عليها بعد كده ممكن امسح التكست بعدها ممكن اصغر المربع الخارجي ده بعد كده هحركها للسلة اني اعوزها هروح لكورنا للسلة من تحت هسحب للشبال عشان اقرر الشيك بوكس في باقي الخلايا وبعد كده هسحب لتحت دلوقتي لازم اعمل لنك لكل شيك بوكس بالسلة بتاعتها هدوس كنترول على الكيبورد وهختار اول شيك بوكس بعد ما اخترتها هروح للفرميولة بار وهكتب يساوي وبعد كده هختار السل واقرر الخطوة دي لكل الشيك بوكس هلاحظ اني لما بضغط على الشيك بوكس بيديني true او false في الخلايا عشان خالة true او false دي متظهرش هحدد كل السلس دي وهدوس كليك كيمين بعد كده فورمات سلس وهنا هختار custom وهنا هكتب ثلاثة سيمي كولون وبعد كده هدوس اوكي كده true او false ومش هتظهر لي تاني في الخلايا دلوقتي عاوز اعرف عدد مرات اتمام التسك كل يوم فهستخدم دلت كونت اف هاجي هنا وهكتبي ساوي كونت اف هفتح كوس واختار الرنج بتاع التسك بعد كده فصلة وبعد كده هكتب كلمة true وقفل الكوس وهدوس enter كده هو هيعطيني عدد السلس اللي فيها الشيك بوكس تعمله شك هسحب لتاحت وهكمل باقي التسكات دلوقتي كلمة هعمل شك او انشك هتسمع معايا في عدد التسكات المكتملة في number of days هكتب عدد الايام اللي فيها تسك لكل الهابت اللي هما هنا سبعة في نسبة اكتمال او العادة هكتب يساوي بعد كده هختار عدد مرات اتمام التسك على عدد الايام هيعطيني نسبة استكمال الهابت دي بعد كده هسحب لتاحت عشان اكمل لباقي الهابت بعد كده في نسبة اكتمال العادات كلها اخد متوسط اتمام كل هبت باني هكتب يساوي بعد كده average بعد كده هحدد ال range اللي هو ده وبكده هيطلع لي المتوسط الخطوة الجاية هي خطوة ال conditional formatting هحدد الخلايا اللي هعمل لها conditional formatting بعد كده هضغط على conditional formatting بعدها اختار من هنا data boards واختار واحد من دول بعدها هدوس مرة تانية على conditional formatting وبعدها manage rules اختار ال rule دي وهعمل edit rule هنا هاجي على minimum واغير type لnumber والvalue ل zero بعد كده هاجي على maximum واغير type برضو لnumber والvalue لواحد وهدوس اوكي كده بقى عندي data boards بتتغير على حسب النسبة الموجودة في الخلية اقرر نفس خطوة ال conditional formatting مع all habits completion rate بس اختار له مختلف المرات وبكده نبقى خلصنا ال habit tracker لو عجبك الفيديو اعمل لايك وفولو عشان تشوف الفيديوهات الجاية ان شاء الله موسيقى